أعلنت أبل اليوم عن توفر الآيفون 8 والآيفون 8 بلس باللون الأحمر طبعا منتجات أبل التي تأتي باللون الأحمر تكون موجهة لدعب مرضى الآيج وأعلنت أبل اليوم أنها دعمت مرضى الآيج بما يعادل 160 مليون دولار من بيع منتجاتها التي تكون باللون الأحمر واللون الأحمر على الآيفون كان متوفر في الآيفون 7 لكن العب فيه أنه كان الوجهة الأمامية بيقة لكن الآن الوجهة الأمامية السوداء والذي ما أعطيه فخامة لهذا اللون الجهاز راح يكون متوفر للطلب المسبق اقتداء من اليوم ورح يكون متوفر في متاجر أبري يوم الجمعة القادم وأتوقع أكيد أنه راح يكون متوفر في السعودية بحد أقصى أسبوعين فلو كنت حاب أنك تشتري هذا الآيفون أنصحك أنك تنتظر حتى يتوفر في السعودية وتشتريه لأنه ضمان عندنا سنتين بالإضافة إلى أن خدمة الفيستايم أصبحت متوفرة على كل الأجهزة واللي شرحتها في فيديو راح تحصلوا رابطة في وصف الفيديو تحف في النهاية لو كان عندكم أشواء الاستفسار يريد تكتبونا في خلال التعليقات أو تسلونا على حسابي في السنة يعطيكم الفعافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم